بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو السؤال رقم 10 صفحة 147 من كتاب الطالب يقول إذا تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع 159 جرام من كربونات الصوديوم لاحظوا هنا أعطانا عدد القرامات المعادلة ما تتكلم بالقرام تتكلم بالمول فلازم نحول هذا إلى مولات عشان بعدين نقدر أن تفاهم مع حل المسألة حلو تعالوا نحوله بالبداية راح تلاحظون أن عدد المولات هنا 1 2 2 1 1 هذا عدد المولات في المعادلة الموزونة تعالوا نحسب عدد مولات كربونات الصوديوم لعطانا إياها بداية نحن ندري عدد المولات اللي هو أن يساوي الكتلة بالقرام على كتلة المول الواحدة أو الكتلة الجزائية MS على MWT حلو MS عندنا هو ما أعطينا إياها لكن MWT هي البلة نبي نعرفها شلون نحسبها صيغة المركب شن هي كربونات الصوديوم NA2CO3 كاهي NA2CO3 عندنا ذرتين من الصوديوم شوف كتلتهم كتلة الصوديوم الجدول الدوري كاهي 22.9 23 طبعا هذا راح يكون معطى بالسؤال انتبه الامتحان يعطونك إياها بس لأننا نحن مو بامتحان هنا نقدر نستخدم الجدول الدوري زائد كم كربونا عندنا كربونا واحدة الكربونا هذه كم كتلتها الذرية تعال نشوف الجدول الدوري وينك الكربون كاهو الكتلة الذرية 12 12 إذن زائد 12 كاهي 12 زائد كم أكسجين عندنا عندنا ثلاث أكسجينات ثلاثة ضرب كم الكتلة الذرية مالت الأكسجين خل راح نشوفها هذا الأكسجين كتلة الذرية مالتها 15.9 يعني 16 نقول 16 المجموع كله راح يساوي هذا مر هذا زائد هذا 100 وستة قرام لكل مول 106 قرام لكل مول لأن كتلة جزائية فوحداتها قرام لكل مول تعال نحسب الحين عدد المولات الكتلة بالقرام عندنا كاهي قال لنا هو 159 قرام 159 قرام على كتلة المول الواحد اللي هي 106 معناتها عندنا تقريبا مول ونص مول ونص حلو واحد ونص مول هذا راح نستخدمه في كل حساباتنا راح نستخدمه في كل حساباتنا ليش؟ لأنه هو الحالة اليديدة هو الحالة اليديدة اللي افترضها السائل اول سؤال يقول عدد مولات حمض الهيدروكلوريك اللازمة للتفعال في المعادلة الموزونة يا جماعة الخير ها كم كان عندنا من كربونات الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك كان واحد الى اثنين اذا نسجل تحت كربونات الصوديوم واحد وتحت حمض الهيدروكلوريك اثنين في الحالة اليديدة احنا حسبنا كربونات الصوديوم مول ونص حلو مول ونص في الحالة اليديدة من زين اش كثر يلزم عشان يتفاعل معاها من اله سيل راح نضرب طرفين بوسطين مثل ما تعودنا عدد مولات حمض الهيدروكلوريك راح تكون واحد ونص ضرب اثنين او اثنين ضرب واحد ونص حلو تقسيم واحد يعني ثلاث مولات تمام شوف سؤال اللي وراء يبي كتلة كلوريد صوديوم شوف مو مولاته يبي الكتلة بالقرام كتلة كلوريد صوديوم التي يمكن نحصول عليها من هذا التفاعل عشان اطلع الكتلة اول شيء لازم اعرف عدد المولات في المعدلة الموزونة كم عندنا من ذول عندنا من الكربونات واحد كربونات الصوديوم ومن كلوريد الصوديوم مولين اذا نسجل واحد الى اثنين في الحالة اليديدة احنا قلنا الكربونات حسبناها اطلعت مول ونص اذا نسجل مول ونص وهذا ما نعرفه مجهول ما ندريش كثير طلعنا من مولات نضرب طرفين بوسطين عشان نحسب مولات ملح كلوريد الصوديوم عدد مولات راح تساوي ايضا اثنين ضرب واحد ونص تقسيم واحد يعني ثلاث مولات يعني ثلاث مولات اوكي هو مو سائل عن مولات سائل عن الكتلة بالقرام ما نتلازم هم نحسب الكتلة الجزائية عشان نقدر نطلع الكتلة بالقرام الكتلة الجزائية احنا ما عندها لنا NA و CL يعني صوديوم و كلور بس جم تساوي هذي الكتلة الجزائية هنقلب الصفحة بس لنا ما كم كان هني هاي صفحة يديدة ما عليكم الكلام الفوق نبدأ نحسب الحين الكتلة الجزائية MWT راح تساوي الصوديوم الكتلة الذرية مالت اظن 23 توم ساعد طلعناها صح تعالوا خنشوف اي 23 تشيك تشيك كاهي 23 عدل هالكتلة الذرية مالت الصوديوم باجي الكلور لانهو كلوريد صوديوم NA و CL بس باجي الكلور الكلور كتلة الذرية وانكي الكلور 35.5 اذا نرجع ونقول 23 زاد 35.5 مجموع راح يساوي 58.5 قرام لكل مول نتبه للوحدات ها عليها درجات قرام لكل مول الكتلة بالقرام راح تكون عدد المولات ضرب الكتلة الجزائية عدد المولات احنا طلعناها قبل شوي ساوي ثلاثة عدد كاهو حسب نتو يساوي ثلاثة ضرب الكتلة الجزائية اللي هي 58.5 قرام لكل مول 50.5 راح تساوي 175.5 قرام هذه كتلة كتلة كلوريد صوديوم وهي إجابة صحيحة طبعا جيم شنو سأل عننا قال حجم غاز ثاني أكسيد الكربون سأل عن حجم معدد المولات في الظروف القياسية طبعا عشان نعرف الحجم لازم نحسب عدد المولات اللي طلعت في المعادلة الموزونة كان مول واحد من كربونات الصوديوم يعطينا مول واحد من منو من السي أو تو إذن في الحالة اللي ديدة إحنا حسبنا مول ونص من كربونات الصوديوم أكيد رح يعطينا مول ونص من غاز ثاني أكسيد الكربون لكن بنحسبها بنفس الطريقة نضرب طرفين بوسطين واحد ونص ضرب واحد على واحد إذن عدد مولات ثاني أكسيد الكربون يساوي مول ونص في الظروف القياسية القانون يقول الحجم يساوي عدد المولات ضرب 22.4 يعني رح نقول واحد ونص ضرب 22.4 تطلع النتيجة 33.6 لتر يارب تكونوا استفدتوا من حل هالمسألة عجبك حط لي لايك ما عجبك حط لي ديس لايك مو غلط ما نزعل اهم شي ضع عندك كومنت او سؤال حطه في الكومنتات الله يخليك والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة